لم تتأذى دولة عربية من جار السوء ايران بقدر ما تأذى العراق فاول ما فعله نظام الملال الارهابي بعد وصوله للسلطة في نهاية سبعينيات القرن الماضي هو الهجوم على العراق في اطول حرب شهدتها المنطقة اللافت ان بعض العراقيين كانوا موالين للولي الفقه انذاك وحاربوا مع ايران ضد بلدهم العراق رغم ذلك اهانهم الايرانيون انا عشت بايران سنوات وكننا راحين نقاتل مع ايران ضد بلدنا يعني بايعين ارواحنا راح نلجأ لنا للحرس الثوري وتشوف الايهانات والطريق عربا ومن حرب الى حرب اخرى انهار العراق ودخلت ايران لتعيث فسادا في بلاد الرافضين دعمت الميليشيات الطائفية ونهبت ثروات العراقيين ايران ما تريد شعب العراقي يستقر اول شي يريدون دمار العراقي يعني هاي مليون بالمية ثاني شي يعني شكو شي جانا يعني بعد الفين وثلاثة هو كله من ايران هو دمار البلد هذا دمار العراق كله من شي ما لا جنهم هو ايران فالذون احيال اولا قطعوا عدن الماء ثانيا يعني جايس المشاكل كله من وراهم وكل شي ما مستفادين احنا من وراهم يعني بس مجرد دول جواره هاي وحين انتبه العالم لخطر ايران وعقد العزم على معاقبتها بسبب دعمها الارهاب التفتت ايران الى العراق كي تستغله وتمول من خزائنه اعمالها الارهابية بعد كل ما فعلته ايران بالعراق لم يكن غريبا ان ينتفض العراقيون ضدها ويحرق مقراتها برسالة واضحة لجار السوق ان وجوده في بلاد الرافدين اصبح مرفوضا ايران ده مرتل ايران لعبت فينا لعب هاي المواد القضاعية كلاها امراض بسبب ايران ايران دولة فاسقة ترجمة نانسي قنقر